القدس وعاصمة فلسطين ليست جملة تضامنية مع المدينة المقدسة فحسب بل أضحت أسماء ثلاثة توائم ولدوا بغزة في ديسمبر الماضي القدس وفلسطين أسماء للمولودين الذكرين بينما اسم عاصمة كان من نصيب الأنثى وسبب إطلاق والدهم عليهم تلك الأسماء فهو حبه لفلسطين كما يقول خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارته للقدس واعترافه بأنها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي أنا اسمي نضال وزوجتي اسمها سلام وبنتي الكبيرة اسمها دلال على بناعا على دلال المغرب وجوني ثلاثة توائم واطلقت عليهم اسم القدس عاصمة فلسطين حبا للوطن لكن الفرحتات لقدوم الأطفال منقوصة فوالدهم عاطل عن العمل لا يستطيع توفير ثمن علبة الحليب المدعم الذي يساوي ثمنه أجرة عامل ليوم كامل وضع جعل العائلة تطلق المناشدات كل يومين بدهم نساط الحليب بنقدرش يعني كل يومين وبعدين الوضع الاقتصادي بيسمحس أن يجيب كل يومين نساط الحليب وبام بس حيانا بنجيب دين من الصيدلية بتقدرش حيانا الصيدلية يدوننا ويتحملونا في الدين يحاول أجداد الأطفال المساعدة في تربية أحفادهما إما برعاية شقيقتهم الكبرى أو في إعداد وجباتهم التي تتطلب مواعيد دقيقة ورغم هذا فإن نقص الحليب والحفاظات ليست المشكلة الوحيدة التي تؤرق سعادة هذا البيت الصغير فانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة جعل الحصول على التدفئة سببا آخر للقلق حتى وإن تلحفت أجسادهم الصغيرة بأغطية عديدة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها سكان غزة إلا أنهم يتضامنون مع عاصمتهم بشتى الأشكال فتارة يقدمون موتا وشهادة وتارة أخرى ولادة وحياة محمد منصور تيرتي العربية غزة